2012 أواخر 2012 كنت في مصر انا مصر اوضاعنا كانت شبيهة بالاوضاع الشعب المصري كل الحب والاحترام لها الشعب العظيم نزلت انا مباشرة مثل كثيرين من الناس اول ما وصلت لمصر يعني ما بنا نيقسنا نشتغل مش عناكل ونشرب فهذا الامر الطبيعي كل الناس لازم تساوي انا فكرت بقدة امور انه فينا اشتغل فيها ولكن لقيت الانسب انه احنا ما عنا امكانيات قلت الانسب انه فيه كانت الناس تحب الاكل السوري مثل ما بتعرفهم خصيصا اهلنا بمصر بيعرفوا هذا الكلام ونزلت انا مباشرة حطيت بسطة وصلت اشترح لويات سورية من 6 اكتوبر وبيعه بالهرم هون كان هذا الكلام على دور الرئيس الله يرحمه محمد نوسيا رحمة الله ومن بعدها الموضوع كمان انا عم احكي الفترة كانت بين الرئيس مرسيل حتى استلم الرئيس السيسي هون بهذا الوقت الوضع كان فيه حملات كتير تطلع حملات امنية وتطلع حملات كذا ما تخلي حالي يبسط بالشوارع ما تخلي كذا انا واحد من الناس ومعاي كتيرين سوريين كمان يعني ما بس انا كنا نبسط بيننا وبين هالمصريين كنا نبسط بين الرئيس كنا نبسط بين الرئيس والله شهاد الله عز وجل والله البلطجي والله شو بده قلك يعني اللي بقول عليه البلطجي وهذا كان بقلبهم انسانية باتجاهنا والله العظيم ما حدي يسترجى يقرب على سوري هناك لماذا انه يسترجى من حبهم لإلنا لا تفكروا انه حدي يسترجى من قوتنا الله القوي بس من حبهم لإلنا ماكا حدي يسترجى حتى البلطجي كانوا يحموهم للسوريين اذا كانوا الموجودين هناك طبعا هؤلاء شاب المصري كلياتو كان يعني يحمينا ويبحبنا ويبالعكس يعني يبعدولنا هيك يعني يلزع لبعضهم على فكرة هذا كلام كلمة بسطة يعني انه فيه آلاف معلفة من الناس يلي كانت عم تستنى تاخد مكان لكن الوقت يجي السوري يبعدولوا هني المباشرة يعني انه يعني ايجبوا يأكل عيش يعني ويطعموا أطفالهم يجب أن يضعوا هذا أول مكان لإله بشارع العريش وبشارع العريش الناس اللي بتعرفوا شارع مقتز كثير بالبسطات وكذا وجاي حملي كمان كنت للبلدية أنا بين و بين حالي اذا بدي شيل الحلويات وكلياتها معمولة بطيفور وهيك و بدي رجع الكياس وضبها هذا كلام بدي أكل بإرية منذ مبالغة نص ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة يعني و طاولة هيك شايلة حالة هيك شو من كان والله وصلت أنا وهو أساسا هاد الشارع مليان عالم يعني دائما العالم رايح و جاي في يعني هون البندية بلشت تاخد هاد البسطة وتحطه وتكبه وهذا اللي حات البندورة وبسط خيار وبسط كذا تشيل على السريع أنا هون استسلمت بصراحة قلت خلص أنا راحة مات يمشي الحال يعني شو بدي أعمل بعد أحسن نساوي شي بنوب نهائيا ذكريات ذكريات والله المهم أنا بين وبين نفسي هون لفت لفت نظر الجميع إنه أنا الساعة نواقف وكل عم يهرب وكل عم واقف يعني بصراحة جمدان شو نساوي أنا؟ يعني ما عندي خيارات نساوية وما شوف لكم غير يا شباب تيجي شي تلت أربع نسوان مصريات واقفوا قدام بالبسطة عندي والله العظيم أنا ما بعرف أنا بصراحة أهمة إنه جايين البلدية لعندي وما أنا منتبع لهم لشين واقفي ويجي تبع البلدية بدي يمسك الطاولة وتيجي تمسكه تقول له سيب السوري سيب ده سوري سيبه والله العظيم وتدفشوا لأبو البلدية وتيجي المرض الثانية كمان تدفشوا يجيوا كمان ثلاثة أربعة يجيوا تدافشوا بين بعضهم وصلت أنا لمرحلة من المراحل أما طلع فيهم أنا وبدوا قلهم إنه خلاص يا جماعي يعني يعني خلاص أنا ما عليش خللهم ياخدوهم وبله العلقة إنه صارت مدافشوا وصارت معايطة وصارت اجتمعوا الشارع كله على البلدية هون نزل معاهم هنا ضابط مع البلدية صار يقول له إنه شوفي يعني شوفي شو عم تعملوا هذا سوري وهما مش عاوزين إنه نحنا نقرب عليه أهم سألنا إلا أنت سوري؟ تقول له إيه قال له هاي الحلويات السورية قال له بكم الطبا أنا عم أطلع يعني المنظر بصراحة أنا يعني إنه لا يتقاتلوا بين بعضهم بس خلاص أنا بمشي يعني برحل كذلك أنا بس عطينا وقت إنه ضبوا قال له لا خلاص خليك واقف ما في داعي إنك تمشي إنتي أنا بينه وبين حالة عم أطلع هيكي عالموقف هذا يلي كنت فيه إنه تصرفات النسوان وتصرفات الناس كلياتها الله يا جماعة ما بيطلع هالكلام إلا من ناس بتكون نبيلي بأخلاقه نبيلي بقيمة ونبيلي مبادئ أنا ما حكيكم عموقف أنا اللي كنت فيه ما أحد يقول لي يا يعني اشتركوا في القناة قل لي لم تaktرضي سويكي سواء